اليوم رح نسمع لبعض أصوات العابرين ورح نشوف إيه اللي غير حياتهم ولماذا يتميز المسيح عن سائر الأنبياء ولماذا تتفوق المسيحية على سائر الأديان ورح نشوف أحبائي هؤلاء العابرين أنه دفعوا ثمن مش بسهولة جاءوا للمسيح واضطروا أن يتركوا عائلاتهم وبلادهم أيضا ويتهموا بأعظم أو بأكبر تهم الخيان مع أن هؤلاء العابرين بحبوا بلدهم وبيصلوا من أجل بلدهم وبيصلوا من أجل الملوك والرؤساء والحكام اللي ما منشوف أي شعب آخر بصلي بهذه الطريقة كما نراه في المؤمنين من خلفية غير مسيحية اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح فنحن نعيش في أيام أنه الله عم بيتظاهر بيعلن عن ذاته بيعلن عن نفسه وبالحقيقة لا توجد قوة لأي إنسان لأنه لا أستطيع أن أضغط على أي شخص ولكن نحن نعيش بعصر الانفتاح اليوم الناس ولسيما الجيل الصغير بحب أنه يتحقق وهذا الكلام للجميع في كتير من الشباب المسيحي عم بيتركوا لأنه يمكن مش عم بيشوفوا الأجوبة المناسبة من رجال الدين ولكن أيضا العديد من المسلمين عم بيتركوا الإيمان لأننا نحن في عصر الانفتاح يستطيع أن يبحث يستطيع أن يأسأل ويستطيع من خلال الإنترنت وكل الوسائل التواصل الاجتماعي وكل الوسائل يستطيع أن يعرف الحق والحقيقة وهذا كله ليس كافي ولكن كل إنسان عنده جوع روحي حقيقي لابد أن الرب يأتي إلى حياته مشان هيك منشوف كتير من العابرين بقولك ظهر للمسيح منشوف كتير من العابرين بقولك أنا شفت رؤية شفت أو حلمت بالمسيح أو اختبر معجزة أو إعلان أو اكتشاف وعندما يسمع إلى كلمة الله كلمة الخلاص تتغير حياته وهذا الشيء مش من برنامج واحد ولكن من برامج عديدة من خدام مختلفون كل واحد بقدم ناحية بقدم زاوية والناس عم تسمع الرسالة الكاملة والإنجيل الكامل وعم تيجي ليسوع المسيح ابقوا معي حتى نبتدي بعد قليل بالتواصل مع بعض العابرين ونسمع منهم شخصيا اشتركوا في القناة